من جديد كل التحية لك كابتن رايمان وضيفك الكرام قبل انطلاق المباراة الودية ما بين الاهلي وفريق بترجيت يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء واحد من أبناء النادي الاهلي الكابتن أحمد أبو مسلم المدرب العام لفريق بترجيت كابتن أحمد برحب حضرتك على شاشة قناة النادي الاهلي تجربة قوية جدا أمام النادي الاهلي في بداية موسم موسم بالنسبة لكم هيبقى صعبة جدا في ظل يعني وجود فرق كتير جدا في الدوري الممتاز أو في الدوري الممتاز به سبق لها صعود للدوري الممتاز طبعا روب وسلم عليك طبعا وكل جميل الأهلي وسلم عن الناس طبعا المحللين المحترمين في الصعود والنادي الاهلي أكيد موغا قوية جدا أنت بتلعب ناد الاهلي ناد الكرن وإحنا وشغير رباء على ناد الاهلي أبناء ناد الاهلي ماتش صعب جدا أكيد إحنا عايزين نحط الفرق للسائل اللي كابتن ربيب يتمد عليها أنت خير عارف اللي الدوري خلاص الممتاز به هيبقى يوم 30 إن شاء الله الشهر دوت فالنادي الاهلي بروفة قوية جدا لنا لإحنا نقدر نحط إيدينا أو كابتر بيه حط إيديه على اللعيبة اللي هي مرشحة لتبدأ أول حاجة في الممتاز به بالذات انت خلي بالك الأوراة عملت مبارح الممتاز به كلها صعبة جدا زي ما أنت شايف يعني كل الفرق ديها بالدوري ممتاز ما عادة ثلاث فرق أو أربع فرق اللي هو يا بنها أو بالبيس أو بورط السخنة فلزمو نفس السنة دي صعبة جدا في الممتاز به غير كل الفترات الفاتت يعني عندوك بدا قوية جدا مواجهة أمام فريق الداخلية ثم داخل في وقت صعب عندي الترسانة وعند المتخب السويس والقناة وزي ما قلت المباراة كلها صعبة والموجاة كلها صعبة الحمد لله فنشنا خامس وصلنا قبل النهائي ودي أول مرة توصل في تاريخ بتروجيات اللي يوصل قبل النهائي ماشيين بأداء كويس جبنا تدعمات كويسة مميزة مع بتروجيات السنة دي فنعتمد إن شاء الله أننا نسعى دي أو ندي الحجم الطبيعي النادي بتروجيات اللي هو يبقى في الممتاز فده اللي بنسعى لي وكل الجهاز الفني بكاتر ربيع صين فأكيد النهاردة نعب الدم ناد الأهلي النادي كبير ودي إذا ما قلنا الصفقات كلها أنت خلي بالك فمعنا لعبة ما لعبتش مع الدم ناد الأهلي أو كانت بتشجع ناد الأهلي بس فأنت لو ما تلعب دم ناد الأهلي النهاردة حاجة كبيرة جدا والتاني حاجة أنت بتديه مدافع لهو يبقى موجود في الصورة أو موجود لهو لعب دم بطل بطل أفريقيا كبير رحمد إحساس بيبقى مختلف وإحساس شخصي وأنت داخل ملعب التيتش بعدما كنت لعب داخل جودرون لنادي الأهلي وواحد من اللعبة اللي لعبت على ملعب مخترتش بتدخله كمدرب وانت بتلعب وانت من ناد الأهلي أكيد طبعا إحساس النهاردة لأنا فرحان أنا أول ما جيت والله من أول ما دخلت معند الصلاة كده قلب اتسحب كده يعني زي ما كنا الحتة تحت المدرجات دي ما كنا موجودين هنا أيام ما كنا بنلعب والفترة اللي فاتت يعني ناد الأهلي يعني الزكرياته وكمان ناد الأهلي بشكر مجلس إدارة ناد الأهلي بالكابتال